طيب جاهزين لحكاية حلوة؟ هحكي لكم حكاية حلوة اوش خليكم بس معايا للحظات عشان الحكاية اللي جاية دي حكاية تستحق التأمل انت بتتكلم في حاجة النهاردة وانا بتابع الحكاية فتحت بقي فتحت بق استغراب عشان كده عايزك تركز معايا او انا بحكيها لك عشان غالبا هتفتح بقك وتقول ايه ده ايه ده ايه ده هو ازاي بيحصل كده هو ده بجد احنا ما نشوفش الكلام ده ازاي ركز معايا كان فيه مباراة لبروسيا دورتموند وبخم الالماني الوضع كان ايه قبل هذه المباراة بروسيا دورتموند متصدر الدوري الالماني بفارق نقطة واحدة عن باير ميونيخ ونفسة صعبة جدا جدا مع باير ميونيخ رجل المحتكر بطرات الدوري الالماني ودورتموند على وشك انه يفوز ويكسر احتكار باير ميونيخ للدوري الالماني تمام دورتموند وبخم الالماني بيلعبوا مباراة في الدوري دانيالو سوارز لعب بخم عمل ضربة جزاء مع كريم اديمي لعب بروسيا دورتموند ضربة الجزاء دي لم تحتسب كانت نتيجة كان واحد واحد تعادل وضربة جزاء صحيحة مليار في المية مليار في المية لا الحكم احتسبها ولا رجع للبار فاضل ارب كم مباراة على الدوري الالماني ويخلص اربع مباراة المباراة دي لما تخرج تعادل يبقى فرصك في الفوز بالدوري الالماني بتتقلص جدا خاصة ان باير ميونيخ كسب النهاردة هيرتة باللين وبقى هو المتصدر بفارق نقطتين طيب انا دورتموند انت كده خسرتني الدوري وهو على وشك الانتهاء صح؟ بضربة جزاء صحيحة مئة في المئة طيب بص بقى ايدن تريزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند وسبستيان كيل المدير الرياضي لنادي دورتموند بعد المباراة التصريحات يعني ابدوا فيها غضبهم من واقعة ضربة الجزاء غير المحتسبة وعدم لجوء الحكم ساشا سيجمان للفار عملوا ايا جماعة ابدوا غضبهم بس كده اه بس كده يا حبيد الدوري راح بس ابدوا غضبهم بس طيب ورفت الحكاية الحد كده لا لجنة الحكام الألمانية طلعت بيان هقول لكم البيان بتاع لجنة الحكام الألمانية عشان فيه كلام حالو اوش قالك اللاعب لم يحاول الوصول اللو هو مدافع بخوم لم يحاول الوصول للكرة لكنها عوضا عن ذلك احتكى بالمنافس اللي هو لعب دورتموند واسكته ارضا هذا خطأ وضربة جزاء كما تثبت اللقطات التلفزيونية يعني ايه؟ يعني لجنة الحكام الألمانية اعترفت ان دورتموند اللي قرب يعني اللي هيخسر الدول الألماني بسبب اللقطة دي اعترفت ان دورتموند كان ليه ضربة جزاء ماشي خلصت الحكاية؟ لا راح حكم المباراة نفسه حكم المباراة اللي هو ساشا ستيجمان نفسه طلع في تصريحات مع سكاي قال فيها الكلام الحلو اللي جيدة قالك الأخطاء جزء من وظيفتنا وأحيانا لها تأثير على نتائج المباريات لهذا السبب لهذا السبب لا أشعر بالسعادة يعني حزين ان انا ما حسبتش ضربة الجزاء وقال انا متفاهم غضب مدرب ولاعبي دورتموند وقال انا مش حكم بس انا مشجع لكرة القدم وقبل كل شيء انا بشر وأضاف دورتموند لديه فرصة للفوز بلقب البونتزليجا الاول مرة منذ سنوات وعندما يشعرون بأنهم يستحقون ركلة جزاء غير محتسبة فده يجعلني أتعاطف معهم وأتفهم جيدا مشاعرهم سألوا عن رأيه في عدم احتساب ركلة الجزاء قال أيوة أنا أخطأت في عدم احتسابها وكان فيه تدخل من المدافع على قدم مهاجم دورتموند ولكن بالنظر إلى اللقطة عبر التلفاز هتتأكد أن اللقطة ضربت جزاء 100% يبقى احنا هنا عندنا إيه؟ لحد الوقت عشان اللي جاي ده بقى التقيل قوي اللي جاي ده التقيل قوي الموديل الفني لدورتموند والموديل الرياضي لدورتموند بعد المباراة بس أبدوا غضبهم لعدم احتساب ضربة الجزاء لجنة الحكام الألمانية اعترفت بوجود ضربة جزاء مستحقة غير محتسبة لدورتموند حكم المباراة طلع واعتذر أنه ما احتسبش ضربة الجزاء لدورتموند وقال إيه كمال؟ قال ده أنا بتعاطف معاهم حلو حلو قلت إيه أكريم ما تصبر شوية هتسخن مش هتفضل هادية كده لحنا الحاجات دي لما بتحصل عندنا فيه ناس برقابتها بالطير وفيه مشاكل كبيرة قوي طيب قلت تصبر أكيد دورتموند هتسخن ده الدوري خلص ده الدوري خلاص فاضل لأربع ماتشاط هيخسروا الدوري ضرب الجزاء هتخسرهم الدوري يواخيم فاتسكي الراجل اللي هو المدير الإداري لبروسيا دورتموند نزل النهاردة بيان على الموقع الرسمي لدورتموند فتحت الموقع الرسمي لدورتموند ولقيت البيان في وش قلت تعالى مكتوب بالألماني لأ ترجم بقى ده أنت هتلاقي الزبط هنا ده أنت هتلاقي إيه بقى تصورت يعني أو توقعت قبل ما ترجم يعني مقاطعة لمباريات للتحاد الألماني انسحاب من الدوري الألماني مطالبة بإقالة لجنة الحكام مطالبة أن الحكم ده ما يحكمش لدورتموند أي مباراة أخرى ده اللي هيبقى مكتوب أكيد أول ما هترجم هلادى في وش اسمع الكلام اسمع وافتح بقك معايا كده وانت مستغرب ومستعيب أول الكلام عشاء كرة القدم الأعزاء ده البيان اللي هو بتاع المدير الإداري لدورتموند نحن بالطبع ما زلنا نشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي صارت بها مباراة يوم الجمعة اللي هي مباراة دورتموند وبخوم نقشنا وجهة نظرنا مع الحكم مباشرة بعد المباراة ثم أكد لنا مدى أسف هذه نهاية الأمر بالنسبة لنا يا سلام خلصت كده خلصت والله طب خد اللي جاي قالك على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة لا يمكننا أن نتسامح مع أي نوع من العداء أو التشهير أو التهديدات من الجماهير للحكم عبر قنوات التواصل الاجتماعي ده كمان بينطقت جماهيره لا ما تشتموش الحكم لا ما تهديدوش الحكم ده يوتوبيا ده خيال علمي والله خيال لقطة ضرب الجزاء غالبا غالبا هتضيع الدوري من دورتموند أهيه هامل يرفر ما يضرب الجزاء كل الناس تفقون حتى الحكم نفسه اعترف أنه يضرب الجزاء الدوري هيروح فضل أربع مطشاط لا هنتسحب ولا مشهول لجنة الحكام ولا اتحاد ألماني فاسد ولا ما تحكم ليه الحكم ده ما يحكم ليش تاني ولا سيب الجمهور يدوس في الحكم شوية وينتقده ويهجمه ويشتمه ويعمل الكلام ده كله لا ده احنا كمان هنلوم الجماهير إنها بتعمل كده ولا ولا دورتموند مثلا طلع بيان قال إن الاتحاد الألماني بيحاول بشتى الطرق إن بايرن ميونيخ هو اللي لازم يكسب الدولة الألمانية وإن ده فساد موجود طول الوقت وإن بايرن ما بيكسبش إلا بالفساد ولا الهوى ولا الهوى ولا بايرن أصلا اتجاب سرطه في تصريح أساسا لا تصريح رسمي ولا غير رسم طيب يقول لك أصلا كريم ما هو يعني العقلية مختلفة لا لا ما تقوليش كده بقى ده لا ما هو يعني يعني عقلية مختلفة يعني عقلية مختلفة أنا أفهم مثلا تقول لي إيه والله الألمان دول لما بيصنعوا مطور العربية دول أحسن ناس يصنعوا مواتر عربيات في العالم حبيبي من عيني لكن إيه واحد بيفكر واحد بياخد قرار وديه أخلاقيات ما لهاش علاقة بعبقرية ولا حد كرياتب ولا الكلام ده كله دي أخلاقيات وأمور سهلة الدنيا ما تهدتش كورة والناس متفاهمة وكلهم واسقين في بعض يا ما حدش قالك الحكم ده فاسد ولا واخد رشوة ولا عنده أزمة ولا 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 عايز يوادي الدولة الباينة ولا الكلام ده كله لا هو خطأ بس الناس واسقا أنه مجرد خطأ أنه ما تعمدش الخطأ والراجل نفسه اعترف والاتحاد الماني اعترف حاجة ملهمة نتعلم يا جماعة مش عايب والله أنا عايف أن الكصة دي عدت على الناس كده منور الكرام بس أنا وقفت عندها كتير وتابعت كل التصريحات أنا مستني اللي يشتم فين اللي هيتنرفز يا جماعة فين اللي هيتنرفز ولا واحد كلها تصريحات مسؤولة هادئة فيها احترام للجميع وكله بيحترم بعضه اتحاد الماني سريعا يرد الحكم سريعا يعتذر بروسيا دورتمون ينصح جماهيره أو مش ينصحهم كمان ده بيقول لهم احنا لم نقبل اي تهديد للحكم على السوشان ميديا ماشي